إلى ذلك كشفت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 8500 شخص من مناطق غربي الموصل خلال الأيام الماضية جراء اشتداد المعارك وقال المتحدث باسم الأمين العام الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك أن أعداد النازحين التي سجلت يومي الخامس والسادس من حزيران الحالي تعد أعلى مستوى للنزوح منذ الأسبوع الماضي معربا عن قلق الأمم المتحدة إزاء حماية المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها داعش بالجانب الغربي من الموصل كما أكد وجود توقعات تفيد بأن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في المدينة القديمة